أحبطت مفارز مشتركة للجيش الجزائري بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن محاولات إدخال أزياد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب مع ضبط أزياد من ثلاثمائة ألف قرص مهلوس وتوقيف واحد وثلاثين تاجر مخدرات خلال الفترة الممتدة من الثالث والعشرين إلى التاسع والعشرين أوت الجاري حسب حصيلة أوردتها الأربعاء وزارة الدفاع الجزائرية وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت مفارز للجيش من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وكذا ضبط أسلحة وذخيرة المصدر أضف أن حراس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ مئة وثمانية عشر شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف مئة وتسعة عشر مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ترجمة نانسي قنقر